السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخ عبد الرحمن داكير على القناة داكير إنجليش المصرحة الثلاثمين وسبعتاش هنا أنا أشتغل استخلص على أو أوفر أقرأ أو أوفر أخ بين قوس المنطقهاش أوفر وهنا أجل نقاط للمد أقرأ أوفرسيز 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 أذا وكيفية النطق ديالها تتعني أجيكتيف يعني نحت تتصفني واحد إسم أشتعني تتعني سيز يعني السيب واحدة والبحر أوفرسيز يعني ما وراء البحار يعني شي واحد جا عندك مثلا قطع البحر وجا عندك أوكي مثلا جا من أوروبا رقطع البحر جا من أمريكا جا من أسيا قطع البحر يعني مثال كامر فروم أوفرسيز with the purpose of education جا قطع البحر باش عنده هدف بهدف أنه يتعلم يعني بهدف تعليم عودوا مع يامي تالجميل واحد مثلا تيقطع البحر باش يتعلم بحل طلبة التي يسفروا الأوروبا أو تسفروا الروسيا أو تسفروا الأسيا أو أمريكا من أجل العلم شيء جميل جا Starting from overseas عني الدقية للشهر من الدقية إلى منبول Everybody come from overseas with the careful of education, come from overseas with theч اشتركوا في القناة